اشتركوا في القناة الفنانين فؤاد شردودي عبدالله لايطوت اي عزيز ازغاي لتعودنا اننا نشتغلوا انسامل والمعرض كان عبارة عن اقامة كيف تعودنا اننا نديرو احنا الفنانة بتلاتة لاننا كنديرو اقامات فنية مشتركة وكنشتغلوا باش تكون واحد بيكون واحد الانسجام وكنوا واحد الخيط رابط بالاعمال ديالنا الاسلوب فني وتشكيلي معين كذلك الخطاب بصري اللي كان حوله ممكن انه يكون منفتح للكوني بعيد على ما هو متداول في الاوساط البصرية في المغرب ولا خارج المغرب وبالتالي فهي مغامرة نقوم بها يعني احنا بتلاتة على اساس انه نكرس واحد النمط من التفاعل الفني بين فنانين. من نسبة الجمهور يبغي اعرف اولا هاد الفن تشكيلي دي شنو هي الطبيعائي في انا صنف تنحطوه تاني القديد دي الالوان نلاحظ ان عندك عنوان شوية قوية لماذا اختارتوا اولا احنا نستغل في اطار تقريب المدرسة مشتركة وهي جريدية احيانا تعبيرية احيانا جريدية خالصة ولكن لكل ادواته لكل مخبره الخاص فمثلا انا اشتغل على الالوان والكتة اللونية باعتبارها كائنات حية مدخل اللوحة تتحاور فيما بينها تعطي ذلك النوع من الصراع من التلاؤم من الحوار الداخلي في اللوحة من كذلك الحركات وكذا والخطوط وهذا كلها تتصب صالح هذا الكائن الكبير اللي هو اللوحة. بالنسبة العزيز ازغاي البياض سيمة طاغية على اعماله اشتغال على الشفافية وعلى التقاط بعض الصور الشعرية التي يحولها في بياضه الى كائنات هولامية. كائنات هولامية قد تغريك بان تسافر الى عوالم اخرى. من سبيل العزيز العبدالله الهيطوت هو ذلك الملتقط للتفاصيل. فاعماله كلها عبارة عن التقاطات ذكية وشاعرية ورمزية لمجموعة من تفاصيل اليومية وكأنك أمام الوحات فيها كثير من البراءة كثير من الطفولة أيضا كثير من البحث المدهيش عن الجمال. L'espace Villa 7 c'est un jeune espace. Sa date de naissance est récente. C'était le mois de juin 2019. C'est un espace qui s'appelle espace d'art et de culture. C'est à dire dédié à l'art et la culture. ce n'est aucunement une galerie. Je ne prétends pas du tout ouvrir une galerie parce que les galeries, Dieu merci, il y en a et qui font très bien leur travail. Donc en dehors des expositions, nous avons des projets au niveau de l'organisation de conférences, de débats, de signateurs de livres, éventuellement même des pièces de théâtre, de projections de films. En ce qui concerne les trois peintres, ces trois peintres que j'ai découvertes par mon intérêt pour l'art contemporain au Maroc. Le hasard a voulu que je connaisse personnellement l'un d'eux, c'est Fuad Sheldoudi. Étant donné qu'il travaille en trio avec les deux autres, Aziz Azray et Abdel Al-Haytot, nous avons pensé faire une exposition collective. C'est parti !